اربع اخطاء في تلاوة القرآن الكريم لازم تاخد بالك منهم كويس جدا لان في منهم اخطاء تضيع ثواب التلاوة واخطاء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والخطأ الرابع الستات لازم تستنى وتركز معايا كويس فيه جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي اقلم بكم من اهم الاعمال اللي نعملها في العشر الاخير من رمضان هي تلاوة القرآن رمضان شهر القرآن القرآن الذي يأتي شفيعا لاصحابه يوم القيامة ربنا يرزقني وإياكم شفاعة القرآن فلما نعرف الاخطاء ومن يعملهاش نصاحب القرآن وناخد الاجر كامل باذن الله يلا بينا نتعرف عليه الخطأ الاول في بعض الناس لما تيجي تقرأ في القرآن بتقرأ بعينها بس ما بتحركش شفيفها يفضل فاتح مصحفه وبصصله بيمشي عينه على الايات من غير ما يحرك لسانه ولا شفيف وهنا ده بياخد اجر التدبر في القرآن وبياخد اجر عبادة النظر في المصحف ولكنه لا يأخذ اجر التلاوة اجر التلاوة لا يتحصل الا بتحريك الشفيف واللسان لانه هي دي اللي اسمها تلاوة وهي دي اللي اسمها قراءة وعايز تاخد اجر التلاوة لازم تحرك شفيفك ولسانك بايات القرآن بس ساعتها اوع تقع في الخطأ التاني والخطأ التاني ده بيقع فيه المصليين في المساجد بما بيبدأوا يقرأوا القرآن كلنا فاتحين المصحف بعدين نقرأ القرآن جب من بعض فكل عمال يعلي صوته على التاني وفي ناس في قسطنا مصلين سواء بقى بيصلوا يعني تحيب مسجد بيكملوا صلاتهم بيصلوا سنة فاحنا كمان بنشوش عليهم بتلاوتنا للقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة فاحنا مش بنتسابق مين صوته اجمل ولا مين صوته اعلى ولكن احنا بنتعبد لله والنبي صلى الله عليه وسلم نهينا ان احنا نشوش على بعض فلا فوسط ما كان في ناس كتير خلي قراءتك قراءة سرية بصوت خافيض يدوبك انت تسمعه وتحرك زي ما اتفقنا لسانك وشفيفك مش مجرد عينيك عشان تحوز اجر التلاوة باذن الله بس خد بالك بقى ان انت تركز في تلاوتك عشان ما تقعش في الخطأ التالب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فيخرجوا اقوام من امتي يشربون القرآن كشور بهم اللبن يعني زي ما بتدلق اللبن في بؤك كده من غير لا تقعد بقى تتمزمز وتستطعم كده هو كده بتتعمل مع القرآن يلا بينا خلص فاهم مش فاهم متدبر مش متدبر الموضوع مش فارق معي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وده بيقلل الاجر فالاصل يا اخواتي ان احنا نركز في معاني الايات والقصة اللي ورا الاية مراد ربنا سبحانه وتعالى من هذه الايات كل ده مهم جدا ولازم نتدبر فيها اما الخطأ الرابع اللي انا قلت انه هو خاص بالستات وخلينا اقول انه مش خطأ ولكنه هو في خلاف ما بين العلماء في النقطة دي والخلاف في صالح المرأة انه لو واحدة عندها فترة الحائض وفيه ستات كتير بتسأل لو انا عندي العادة في هذا الوقت والعشر الاخر من رمضان هتروح علي واعمل ايه وانا ممنوع علي الصلاة وتلاوة القرآن والصيام وصراحة انه في الصلاة والصيام في اتفاق ما بين العلماء ويجمع على انه لا يجوز للمرأة الحائض لا الصلاة ولا الصيام ولكن تلاوة القرآن في من العلماء من اجازها ولكن بغير مس المصحل يعني ممكن نقرأ من خلال ان احنا نمس المصحل بحائل زي جوانتي مثلا او نقرأ من الابليكيشن بتاع الموبايل فيبقى لو بتسأليني لو انا عندي العادة في العشر الاخير من رمضان ايه العبادات المتاح حالية فبكل بساطة هقولك تلاوة القرآن واكثري منها والدعاء واكثري منه والذكر واكثري منه وربنا يتقبل منا ومنك باذن الله يا ريب بقى لو واحدك كتبتلي في التعليقات اشمعنا بقى الرابع للستات مش للرجال وبجاء ان ننزل بقى نشير التعليق عشان موضوع مفهوش اي فمينزم بلس سخونية عالفاض ولكن الموضوع لصالحك ومن هنا خلينا مع بعض اندعم واحد من اهم تطبيقات تلاوة القرآن الكريم على الابل ستور وعلى البلاي ستور هو تطبيق الرجحي القرآن العظيم والتطبيق ده تطبيق اكثر من رائع ويبدأ الموضوع من سهورة الاستخدام وجمال الكتابة والتلاوة المريحة للعين فيه شوية مميزات جميلة جدا على سبيل المثال مثلا السرش البحث تقدر تحط اسم اية بتدور عليها فهو يجيب لك الاية اللي انت بتدور عليها ولكن هتلاقي في البحث انك تبحث بالموضوع وهتلاقي تحت الموضوعات دي حاجات كتير زي العقيدة العبادات المعاملات قصص الانبياء السيرة حاجات كتير والتقسيم بالمواضيع ده جميل جدا بتجيب الايات اللي بتتكلم عن الموضوع اللي انت بتدور عليها من الحاجات الجبيلة جدا برضه في التطبيق هي الختمة ان انت ممكن تختار تعمل ختمة مثلا في العشر الاواخر فهو يحدد لك عدد الاجزاء اللي مفروض تقرأها كل يوم ومش بس كده هو كمان بيديك فرصة ان انت تختار معاد يذكرك فيه بورد القرآن يديك فيه تنبيه ان هذا معاد الورد وفيه كمان انك تتابع تطور الختمة انت وصلت الفين وفضلك قد ايه ومن الحاجات الجبيلة جدا كمان انك لو دست على الاية دوسة مطولة بيطلع لك بور كده ممكن تختار منه ان انت تكتب ملاحظات بتحفظ وحابب تفكر نفسك انه مثلا ايه با كنتش اشتر حاجة فيها فانا حابب ان انا اعيدها مرة تانية شعور معين استشعرته اسنها قراءة الايات بتكتب ملاحظات على الاية اللي انت عايزت انهم عاملين بطاقة شكلها جميل جدا وتصميمها حلو اسمها الفوائد القرآنية اكتر من 500 واحدة بتصميمات مختلفة لمواقف عامة وحاجات بنمر بيها فنقدر نشاركها مع بعض على مواقع التواصل الاجتماعي فيبقى فيها شيء من تحفيز الناس على القراءة وتلاوة القرآن والتعلق بيه الجميلة جدا اللي هتساعدك على التلاوة والحفظ والفهم والتعلق بكتاب الله الرابط التنزيل هتلاقوه في اول تعليق على الفيسبوك وهتلاقوه في صندوق الوصف على اليوتيوب فما عندناش حجة نفتح مصحفتنا وننزل تطبيقات تلاوة القرآن ونهتم بالتلاوة لفترة الجاية نجتهد ان احنا نتعلق بالقرآن نفهمه نحبه نصحبه وساعتها هيغير فينا مش بس في رمضان ولكن بعد رمضان وفي حياتنا كلها باذن الله الى ان يأتي سفيعا لنا يوم القيام تمام ربنا يبل الاغني وإياكم ليلة القدر ويجعلنا فيها من الفائزين ويجعلنا ممن صاموا وقاموا وقاموا ليلة القدر ايمانا واحتسابا فغثر لهم بذلك ما تقدم من ذنوبيه احبوكم في الله اسوفكم بكرة بإذن الله وكان معكم امير ونير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته